أم محمد تقول عن نفسها أن امرأة أقوم بتدريس القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم ولله الحمد على ذلك ويصرف لي مكافأة على هذا العمل وكرأت بعد ذلك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة هل هذا الحديث صحيح وهل يجوز لي أن أخذ هذه المكافأة أم لا يباكم الله خيرا هذا الحديث بإسناده نظر والله أعلم والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لما قدم عليه جماعة من أصحابه قرأوا على لديغ واشترطوا عليه قطيعا من الغنم فقرأوا عليه فشفاه الله فأخذ القطيع وقدموا به على الرسول صلى الله عليه وسلم فأطرهم على ذلك وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وأمر أن يضربوا له معهم بسهم يشاركهم في هذا لأجل أن يطمئنهم على جوازه وعلى صحة ما فعلوه وهذا الحديث صحيح فلا بأس بأخذ الأجرح على تعليم القرآن أو أخذ الأجرح على تعليم غيره من العلوم ولكن الأفضل إذا كان له ما يغنيه أن لا يأخذ ويعتبر هذا قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل أما إذا كان محتاجا وليس له ما يوفق على نفسه أو على أولاده فلا بأس أن يأخذ ما يعينه على التفرق لتعليم كتاب الله عز وجل